الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله أكبر بسم الله أكبر سمع الله بسم الله أكبر الله أكبر بسم 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 الله أكبر شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمك في حالة أيضا جزاكم الله ك charge إن شاء الله افتراجت فهر جدا عطي للجميع ترجمك في حالة ترجمك في فالبالحالة إكتبع إخلاء أليس 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 إخلاء أليس سلح تقريباً لكي تقريباً لأسفل ويقوله أنه سبباً لأسفل وقالتهم مختلفة فقط بلوك المغربة فقط بلوك المغربة فقط بلوك المغربة رحبتك تقريباً لأسفل أو تقريباً في أجلسة اذا كنت أريد أن تفعل لذلك من المغربة ترجمة نانسي قنقر 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 ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله أكبر الله أكبر بسم الله أكبر بسم الله أكبر بسم الله أكبر بسم الله أكبروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير بسم الله أكبر 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 أكبر بسم الله 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 أكبر إنما أنا نذير مبين الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثئيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام عليكم سلام عليكم وعندما أكبر أشهد في الله أكبر اللهم صلي على محمدنا وعليه اللهم بارك على محمدنا وعليه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله 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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر بسم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة سمعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لغى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فما للذين كفروا وقبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله أكبر سمع الله لمن حميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سيراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذعن آلهتكم ولا تذعن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كثارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله بسم الله بسم الله وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائقا قدادا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهاقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتناهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها المزملكم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطير به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشتركوا في القناة السلام عليكم 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 الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ولن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بريق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن ضفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنفى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرقا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن الخاطمة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا فاعفو عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان وصلى الله تعالى على خير هلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة الرحيم الصلاة المتر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطود سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته just a quick reminder today's talk after the remaining salah will be given by Shaykh Riyaz Patel he's the Imam and Khatib in Masjid Issa ibn Maryam and Masjid Suleiman ibn Dawood in the Hall Green inshallah so all the brothers inshallah requested to come close to the member after you've completed your remaining salah inshallah and benefit from the talk inshallah Jazakallah and I'll see you in the hall شكرا 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 definitely sending salutations and blessings in abundance to the greatest benefactor after Allah subhanahu wa ta'ala to us our Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam there is a riwayah of Imam Hakim rahimullah who narrates it on the authority of Sayyiduna Abdullah bin Abbas this Imam Hakim rahimullah narrates and he says this riwayah its chain of narration is sahih according to the scientists of hadith and what does this hadith mention this hadith mentions that whomsoever recites the glorious Quran then he shall not return to the feeble age he shall not return to weakness after strength mental weakness after strength that he begins to forget things that he already knew and suffering things like we know of dementia and things like we know of general weakness of memory the person who recites the Quran من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض للعمر he will never return to that age of weakness of memory due to the barakah and the blessings of the Quran the Nabi sallallahu alayhi wa sallam said وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى and this is from the Quran itself the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says you know like the Imam says this is what I'm saying to you and the verse of the Quran is this so after mentioning this just the word of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was sufficient for the ummah that it has come from his tongue this is the truth there is no doubt in this but then he quotes the verse from the Quran and he says وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى which fortifies this meaning and strengthens this meaning even more and he says a verse from Surateen ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ then we will make these people the humankind return to the lowest of the lowest of ages and abilities we'll make them return to this Allah subhanahu wa ta'ala says in another place in the Quran that who is he? he is اللَّهُ الَّذِيْهُ إِذِي خَلَقَكُمْ مِن دُعْفٍ ثُمَّ جَعْلَ مِن بَعْدِ دُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعْلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ دُعْفًا وَشَيْبًا Allah is that person who made you start from weakness so when you were small you were weak you were weak you were weak physically you were weak mentally you were weak in every way and shape then Allah subhanahu wa ta'ala made you grow, 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 grow gave you growth, growth, growth nurtured you, nourished you and in order to give you that level of strength and that age he provided maybe parents for you guardians for you he provided food for you he provided a school for you that became a means of then later going on to get a job which then he made a means for you to get income so that you can then through Allah's will and mercy sustain yourself from that you married from that you had children you grew, grew, grew and you came to the age of 40 and you were in your full strength ثُمَّ جَعْلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ طُعْفَةٍ then Allah subhanahu wa ta'ala after taking you to this level of strength Allah subhanahu wa ta'ala made you dip in strength and you came to the age of weakness and شيkha of of old age where you became a sheikh not the one that sits on the member not that sheikh although everybody says oh look imam said we're all shuyukh now we're all sheikh no this sheikh here means an old man Allah put you to old age and old age means that the strength you were at the peak you start to deteriorate whether that level of deterioration is at speed of 150% in comparison to someone who's aging at 80% in comparison to someone who's losing his ability at 20% the fact is that you did not remain at the peak and you are going downwards and the smiles are all on the faces of mashallah my uncles that are here today that they are smiling and saying that you know you're telling everybody our life story you know subhanallah I sometimes say to uncles sometimes they're actually actually my uncles I say to them that why do you dye your beard for why do you make it look so brown and look so black as if you're younger than even your nephew how come you dye like this so he so you know what are they going to answer so I say to them that you dye it brown and black so the person in front of you who's 20 years younger than you he thinks you know what we're on the same level and then when he doesn't speak to you like you're 20 years older then you complain to him and say do you have any respect I'm 20 years older than you so you deceive him by your looks and then you expect the gratitude and respect of somebody who's much beyond the age you are trying to show at do you know this white hair in a book of collection of hadith it comes the hadith that the white hair is something that attracts the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala why will you get rid of the reasons why Allah wants to be merciful upon you we say in the hadith it comes that whomsoever says ya arhamar rahimin three times how many times three times ya arhamar rahimin three times if he says this three times Allah's attention turns towards him so imagine in your dua you say after you praise Allah and you send salutations and blessings upon Nabi and then you tell Allah how sinful you are then you ask him for his forgiveness and you say ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin and you know in your heart that Allah has turned to you so now that you know this I know a lot of you are going to do this raise your hands if you're going to do this I'm going to do it again and again because I've reminded you I will remind myself now imagine now you hear this hadith just before this that the white hair that appears on your face is an excuse for Allah's mercy to turn towards you who would go changing this white to brown now or to dark brown who would go do that who would get rid of the reasons why Allah is going to turn to you and even worse who is going to completely take this off their face and say I don't want even a sign of it never mind turning it to black or brown I don't want even a sign of it on my face I don't understand but maybe you didn't know about this hadith before but now that you know you will make an extra effort to bring it onto your face or keep it white keep it white you know when you want to turn it dark brown so in Urdu they say that what are you doing for the that is the baby that is the baby baby that is the that is the baby that is the baby why are you making it black and brown for who are you making it black and brown for your wife who is also 50-60 like you she knows you are already white so why are you doing this for her so really when you want to make it black and brown so of course we should make it dark brown avoid the black referencing from the hadith so we make it dark brown not black but even then to make it like that you have to spend money you have to be particular about it even when a little bit of whiteness comes and you want to get rid of that again and then you got all the touch up you know the easy way is let it be let it be let it be don't be shy to show your age age is age gives a signal of wisdom age gives a signal of wisdom and I tell the youngsters raise your hands if you're 25 or under if you're here and you're 25 or under every corner so I say to them that tell me is it harder to let it grow or is it harder to take it off do you have to do something to let it grow or do you have to do something to take it off so the effort is in disobeying Allah isn't it to disobey Allah you have to make effort and to obey Allah you don't have to do anything so why are you making life hard for yourself don't make it hard for yourself and look in the beginning when you're letting it grow then from my experience I tell you mine grew in four places a bit there a bit there and a bit there and a bit there and when it was growing I was like what's happening over here but that's what's going to be happening it's going to be growing in all places but that's okay today it's one piece and it doesn't become one piece ten years down the line it becomes one piece a year down the having oil by your bedside having some scissors by your bedside tidying up your face your hair etc not when it is under a fist length but tidying up yourself keeping yourself kept so even when you are growing your beard then there is nobody stopping you from combing your beard are you with me even when you are I sometimes say these one-liners in my bayans I wish I could write them and record them when you are growing your beard then there's no harm in combing your beard so keep yourself tidy keep yourself neat may Allah give us tawfi let's come back to the hadith we were discussing so in this hadith Rasulullah sallallahu alayhi wasallam states that whomsoever recites the Quran and practices upon the Quran because recital and practice they go together they go hand in hand they're not separate things whomsoever recites the Quran and whomsoever practices upon the Quran for this person if he does it in his youth Allah will protect his mind from becoming humble feeble weak deteriorating dementia and put all the other things to it as well Allah is going to protect the mind from becoming like that and for that Rasulullah sallallahu sallam after saying this he quoted the hadith وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى and this is the qawl of Allah subhanahu wa ta'ala not just my word even though that word was enough for us until the day of judgment but that's just not my word that is also the word of Allah subhanahu wa ta'ala ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ we will return them to this feeble age this old age will make them go back وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ whomsoever we give growth to we give deterioration to as well that's the sign of you are going to leave this world one day may Allah give us this realization give us this realization I had this realization when I grew the first hair of my beard you know what I'm getting old I'm growing and then I had that realization when the first black hair turned brown I'm like it's not grey yet but it's brown I'm getting old and then when that brown turned grey I was like yeah Allah I'm really getting old and then when a bit of that turned white I'm like I'm really getting old now subhanallah meaning Allah gives us physical reminders look Allah has do we look into a mirror and that mirror is going to give you your biggest reminder that you're going to return to Allah every time you look into that mirror so when the old man he has his white hair and white beard and he's combing his beard when looking into the mirror then rather than just focusing on the neatness of his beard let him focus on the colour of his beard as well let him focus on that one day he was someone who didn't have a strand of hair on his face then Allah gave him hair on his face then it was all black then it became all grey then it became all white you know today I'm not going to say who but today I met a person as I'm walking up to the front whose hair was not completely white the last time I saw him but when I saw him right now his hair was completely white and I didn't say this to him maybe we'll get offended but the reality is that this is life we all have to pass on we all have to leave last night I lost a relative of mine he was a great alim a great sheikh and one of the seniors of the family may Allah 24 hours I got the news of two other people I know they also passed away and then I got just informed of another brother whose mother is ill in hospital the reality is that's only a few people I know few you know few you know few you know few you know put all the few together we'd all be making matam right now we'd all be grieved right now we'd I'm losing three you're losing three the world is over you know that's how depressed would become you know what's happening here why is everybody just going you're losing three I'm losing three he's losing the reality is this is life every day somebody is leaving tomorrow maybe it's our turn tonight maybe it's our turn maybe this is our last good deed may Allah save us with good deeds in this world and when it is our time to leave may Allah only call us when he is pleased with us say ameen ameen so after quoting this verse of the Quran means that Allah will return the person to the lowest of the lowest level then Rasulullah said that Allah said except for the person who reads sorry except for the person who brings iman so everyone will return to an old age where he's losing his mind etc except for a person who brings iman this is not on its apparent meaning he mentions that Rasulullah elaborated and said except for those people who not only bring iman but they also recite the Quran in their young age when they get to the old age Allah will protect their mind and if an old man today decides that I am going to bring Quran into my life morning afternoon evening I am going to become the symbol of Quran I am going to become like how Rasulullah was the symbol of the Quran Sayyidah Aisha states that what is the life of Rasulullah was his entire character was based on the Quran if even a person who has reached age says that I will become the symbol of Quran it's not far from the mercy of Allah that whatever is left of him Allah will protect that and if not enhance that as well so Rasulullah said except for those people whom recite the Quran in the young age this Quran my dear respected brothers it has barakat and blessings which will definitely show and expose themselves in the hereafter this is imminent if you recite it in this world inshaAllah with ikhlas you're going to see the blessings in the hereafter what kind of blessings Rasulullah states that read the Quran why on the day of judgment is going to come as an intercessor and as a defendant for you in the court of Allah will defend you from Allah because is from Allah so Allah is going to say to him Allah is going to say to him that Allah you cannot throw this person into the fire of hell because he was the one who kept me as his companion in this world so when he kept me as a companion in this world on this day I have to be with him as well so therefore whatever you're going to decide for him it has to be one that is suitable for me because I'm his companion and when I am your word how can we go into jahannam we can't go into jahannam so the quran will defend this person and Allah's mercy will flow and will ignite and Allah will say take him with you into Jannah take him with you into Jannah because that is the power of the kalam of Allah and the virtue of the kalam of Allah above on all the other kinds of kalams and speeches is is like the virtue and of Allah over his creation where is our speech and where is the speech of Allah today even though it's Ramadan unfortunate I'm not targeting anybody even here who sat here but when we have finished this gathering from now till Suhoor I ask you the question how many of you can say that you will engage in the kalam of Allah more than the kalam of nas and humans Alhamdulillah Alhamdulillah meaning you will talk less to the people and about the people and you will talk more to Allah and the kalam of Allah and about Allah so now being the last ten nights of Ramadan we cannot even find it in us to do this in Ramadan what is the hope for the rest of our life where are we heading on the day of judgment the people we have spoken to are you expecting them to come and defend you from Allah they can't defend you from Allah the Quran says they can't defend you from Allah who is going to defend you Allah's kalam is going to defend you so release yourself from the kalam of that the sahib of the Quran the companion of the Quran in this world when he comes on the day of judgment then even his stages of Jannah will be decided by the amount of Quran he recited in this world it will be said to the companion of the Quran read the Quran and read it slowly like you used to read it slowly with in this world and as you climb as you climb the stages of as you read climb the stages of Jannah and where you finish the last of that stages of Jannah will be where you finish the last of your verses subhanallah I've been given the signal of time that we have to finish and conclude very soon now and we have only got through 30% of what I wanted to discuss so let's quickly move on to the rest of it and shall we conclude in a couple of minutes hopefully insha Allah the blessings of the Quran not only extend to the hereafter they also extend to this world as well and and the reason for this is because Allah subhanahu wa ta'ala messenger Muhammad mentions in the hadith inna lillahi ahlin min an nas Allah subhanahu wa ta'ala has families amongst the people meaning he has very very close servants amongst the people the sahaba said ya rasulullah man hum who are these people or messenger of Allah sallallahu alayhi sallam so rasulullah sallallahu said hum ahlul quran these are the people of the quran hum ahlullahi wa khasatuh they are like the family of Allah and his very special bondsman so the people who connect themselves with the quran in this world they become very very special in the hereafter amongst the blessings of the quran is also that a person gets exposure to these blessings in this very world as well so I'm going to name them Allah says in surah yunus oh people a message has come to you of advice from your lord the quran is a message from allah to us and the quran is shifa for that is which is within your hearts which is spiritual ailments and it is also shifa for your physical ailments as well and there were the salaf salihin who used to remedy their illnesses through the quran before they used to turn to the dawah of human and mankind and before them there were even those people who never used to use the dawah of mankind they used to only use the dawah meaning the quran and forget previous people one one person we do a dars hadith every day after fajr and we do one hadith of the quran when i mentioned the hadith al quran huwad dawah after salah he came to me and he said he's probably in his 50s he said that when i was small my father used to only treat us through the quran a person living today said that my father used to only treat us through quran no doctor no doctor and it was his yakeen and the yakeen he built in us that alhamdulillah whenever he would do this we would gain shifa say subhanallah today we have not appreciated the quran we have not understood its power but it is still there for everyone and in this hadith that i had the opportunity of mentioning before you in it Rasulullah mentioned that another benefit of reciting the quran especially through the youth being connected to the quran is that when you get to old age Allah protects your mind from detoriating and this detoriation is something which Rasulullah also seeked Allah's protection from in a dua which he taught us Are you ready to say this with me maybe you may never memorise this or say this again in your life so say now you'll get whatever protection if Allah accepts this tonight Allahumma inni a'udhu bika min an uradda ila ardha lil umur ameen and upon this we're going to conclude even though there's so much I wanted to say especially for the youth as well now that we're talking about youth but conscious of time and don't want to prolong this so that you still keep coming every night from this night onwards and benefiting from these talks whatever we have said the good that we have said it is indeed from Allah alone and anything wrong or evil that has been said is from myself and my nafs and shaitan whatever we have good we have spoken about bring it into your life make a firm resolution to practice upon it and anything we have spoke about prohibitions or that which we should stay away from then make a firm intention that we will refrain from all those things we do this inshallah raise your hands this is my tashkeel this is my asking was my talk worth it is there somebody who is ready for this mashallah everybody is ready for this and alhamdulillah this is successful may Allah make our intentions come into fruition as well ameen may Allah grant us say ameen this is not part of the talk this is just du'as may Allah grant us say ameen may Allah help us protect our youth say ameen may Allah help us engage with the Quran in our youth say ameen may Allah make us from the seven groups of those that will be under the shade of his throne on the day of judgment say ameen one of those is the youth who are connected to the masjid may Allah make us like that say ameen may Allah subhanahu wa ta'ala make the Quran come into our life say ameen may our character also become the Quranic character say ameen may Allah subhanahu wa ta'ala protect all our brothers and sisters and our children throughout the entire world say ameen may Allah subhanahu wa ta'ala especially protect Palestine say ameen may Allah subhanahu wa ta'ala protect Masjid al-Aqsa say ameen may Allah protect Haramayn Sharifayn say ameen may Allah give us the best of leaders in our Muslim countries say ameen may Allah subhanahu wa ta'ala make our children the leaders of our communities and countries tomorrow say ameen may Allah subhanahu wa ta'ala make them a sadhaka jariya for us say ameen and may our progeny remain upon iman until the day of judgment say ameen may we be the ones that join the army of Imam Mahdi say ameen may we be the ones that join may our progeny be the ones that join the army of Isa say ameen may Allah grant us all and the unity that we have today the sacrifice that you have made to sit here may this sacrifice unite us all in Jannah one day as well say ameen ameen subhanallah bihamdi subhanallah al-adhim I'm here if you'd like to meet me too I'm here to شكرا 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 شكرا